ايو سيدي قروا الناس الولى تبع الكداب حتى الباب الضار القصة اللي وقعت لي اياه مع واحد السيدة غريبة بزاف وهاتش اللي وقع لي اياه فيها عبرة وفي واحد الرسالة لأي واحد ناوي تزوج ولا اي واحدة ناوياتها هي تزوج انا علاقتي بفاتيها كانت واحد العلاقة صدفة طلقيتها في المحكامة كيفاش وعلاش وكيفاز زعمال محكامة غدي نعود لك كل شي بجميع التفاصيل يلاك انتي اول مرة غات سمعت الصوت هاده الصوت الراوي مهدي كيحكي القصص دي الناس اللي كيسيف طوله في الواتساب باش ناخده عبرة ونوعيه راسنا ونتقفه راسنا غير سمعت هاد القصة مع اي واحد كان حدك ما غات سمعت لك كلام نابي ولا اي حاجة تقدر تحش مقدم ناس اللي انت معهم يودي انا اسمي شي ولا بلاش قاح بلاش واحد النهار كان عندي واحد غرض في المحكامة محكامة دلأسرة غامشي نشوف واحد سيد تماما انا ما عندي شي غرض في المحكامة النيت غندخونه غندفع شي ضوصي كنت سيلي باطير خدام عراسي بالدولة ديالي مفرشة ما كنت اشي مشكي انا غدي نتلقى واحد السيد غدي نقضى معاها بواحد غرض خدامه وتممه ومخيط كنت تسنى ذاك السيد برا ويتبالي واحد البنت بواحدها وشادة واحد ضوصي وكتبكي كتبكي وكتلوح في ذاك الساك ديالها وكتلوح في ذاك الوراق وقلت نتقرب منها ونشوف المشكل اللي عندها تقربت ليها وقتلع السلام اختيك مخصك شي مساعدة ولا شي حاجة قلت لي يا اخوية لا قدرتي تجيبيا شي قرعا ديالمراني غدي نسخف قلت ليك ما فيك سكار ولا تنسيون لها دي نجيبك شي تمر ولا شي حاجة قلت لي اللي جبتها ايها ديك مشي تنزري لحانوت وكانت البنت بقى جون تكون عندها ديك 22 سنة تقريبا بحلقك مشي تنزري لحانوت جبت قرعا ديال الماء وجبت لي واحد الباكية ديال الشوكولاد وقلت لي عرفك لما عطاني شي ثلاثة ولا ربعا ديال تميرات رجعت لعندها لقيتها مسكينة بقى قلسة امامة محيدة الصندالة ديالها وقلسة جبت لي هادك التميرات كلاتهم شربات الماء قلت لي وعاودي ليا يا كلابة شنو عندك قلت لي انا رجلي هاي الله تجوج بيدا با ما زال ما كم منها تشهر وبغي طلقني وصفت لي الدعواء وحنا يلا خرجنا من الجلسة دابا وانا كنت بنت وخدري الشرف ديالي وداباناش غندير وحنا عدنا عيب في العائلة اطلاق وبواتي قولي لا اطلاق شي ما ترجعيش ومعنديش فين نمشي وانا عندي مشاكيل وانا مزيرة وانا كذا وانا كذا قلت المسكينة كتعاود لي لادوك المشاكيل الرجل علاش بغي طلقها قلني ها انتي ما عجبتينيش في الفراش لا تشي لاش بغي طلق وتعيي هني غيت عرفت علي غير هكاك وعرض عليها السزواج ومع البنت كانت البنت كانت زوينة فانتي هني زوينة في وجهها في الهيندم ديالها ففي شكل ديالها وقلها تسيذة تشافها وعجباتو وقل نشوفو واش غنعيشو معا داك شي اللي غادي نبغيو وصفت جويش بيات صدم بذاك الواقع ما عجباتوش ولا الله وعلم ما هدو مشي في عائلة ويدن الناس بقات في يا ديك البنت وعزات عليها بزاف قلت لاش نو دار معك داب قلت لي احنا رمزلنا جلسة ديال الصلح وورما بغي لاصلح لسيدي اسكري هو مصر على الطلاق وموجد قاع الفلوس اللي غادي تخرجوا مني للمحكامة لديك الموت عودك شي وانا خفت دابا معا شهر يلا الله باش تزوجنا معا خفت لا يخرجوا لي الاوالو ونصدقان خارجا من التزوجة هذي من ضيعة شرافة وانا كادا قلت لها ما تهزيهم ما تضربي حساب اعطني الرقم ديالك اعطتني الرقم ديالها اسمي تفاتيحة اه صافي قلت لها نرى عندي شي غارد دا بغي نشوف واحد السيد غين نسليم هالغارد ونجين نقلس معك نبديك فين ساكنة قلت لي يا واخا قد قضيت الغارد مع السيد كان جاديك الساعة وكانت تسناني للداخل خرجت لعنده القيشة بقى كتسناني البرد قريب يدخل وانتو معارفيني الازواج البرد شنو معناه لاي واحد كيعاني من المشكلة مع مرتف الفراش صدف او عنده مشكل هرموني ولا عوضوي ايش كتسنى ما عليك الا تواصل معنا كنضمنوا لك وحتى تبع لحالة ديالك بعد ما تاخد المنتوج حتدت هنا نهائيا من المشكلة لديك وزيادة على هذا كينين حتى منتوجات ديال التوتور والقلق ولا عندك مرض في المائدة ديالك او عندك القول العصبي عدنا حلول الجميع المشاكين الصحية اللي عندك يالله شكتسنى تواصل معنا في رقم الواتساب لكي يبالك دابة في شاشة والتوصيل بطبيعة الحال لجميع المدن مشينا شدينه طاكسي ووضعتها في نساكنة هي هذه بخينة كنا نضروف التليفون كنا نضروف نوياها كتعود ليها كتفرغا ليها عزت عليها ديالبنت هذي بزاف وقلت علاش لما تزوج بها قلت لها غير تسالي هذ المسائل ديالك وتفوتي لعدة ديالك ونتزوجه أنا وياك بخي وش بالصح قلت لها اه تخنف بزاف ديال التفاصيل قلت لها انا را ما عنديش زعمة مشكلة كيفاتش هذلك تهضرها لينتي وما عرفش أنا ديك السيدة لاش كان كي يهضرها معاك بديك الطريقة ولاش زعمة انتي انس انا بينافك زعمة كتت عاملي مزيان وبينافك كتت هضرين مزيان وماشي شي وحدا اللي عايش عوريا ولسانها صليط قلت يا الله ما نكتب عليك أولد الناس إلا كنت كان عاملوهم زيان وكان عايش بني وتتتقلب عليها وتصيف عليها بها الطريقة هذي ما علينا وجات الجلسة ديالها بكت كان ندر مع هذيك المدة كاملة أنا كنت خدام مزيان وبرزقي وما خسنت ايش خير الحمد لله خسناشي بنت الناس لك تخاف الله وتخفي الله بقينا على تواصل هذيك المدة كاملة اللي دوزت فيها هي الجلسة ديالها طلقها خلص لها الواجبات ديالها وقالت لي شوفها والد الناس رمانديش فين نمشي راح بقل يا نونوك حال عيونو لدخلتين للدار سيري دبري الراس كلها مشيتين عند راجلك طلقاك دبري الراس بها كان قبيح وما مسكينك تعيط لها وشان قولك يعني مشاكيرها دك النافش وصلتها أنا أعود صونة عليه وقالت لي رماندي فين نمشي أغان مشي عند واحد خالتي وردك خالتي ما قلش بقى قلس عندها بزاف حي تراجلها براني وغاندي نسبب لها بشي مشكي مورها قلت لعبتش غادرها بنت الناس اي جي عطيت السوار ديال داري قلت للي كاري انا قلت لها هاتي قلسينتي هنا أنا غامشين قلسين مع الواريدة تجفوت هذي المحنة وبقالت غالصة في الدار حتى طلقت ومورها قلت لها شوفها بنت الناس قلت ليا عندي واحد تسأل قلت لها نعم قلت ليا دبا أنا ساكنة عندك في دارك وقلسة عندك في دارك ومع ممرك جيتي ولا وغيش مرز ديصرت لي قلت لها شوفها بنت الناس مش غانديل الكفاءة نملاك ولا ولكر هكا وربونا والدينا هكا تزادينا احنا هكا ديرين قلت لها أنا ما عمني دويس شي علاقة خيبة ولا شي علاقة شي الريرة ولا قلت لك في دارك ونحن نتلقينا باش ننويش حاجة ديال المعقول ما غامقوش ندخلو نخرجو في الهضراء ولا نتفلو على بعض اياتنا قلت كاتبكي موهم ما دا ديك البكاء قلت لسي في الدار انا غامشي عن الدار الوليدة ما كانت الوليدة في نفس ندينا في نساكن انا هي هديك تنصيبولو تتسالي العدة ديالك ونتوكلو على الله سالة العدة توكلنا على الله تزوجنا باش انا نتزوج بيها مش تنصيبولو لاباها وامها ودك شي لقيت بباها واحد الانسان فعلا قبيح ما كيعرف لها يدار تيقولي انا ما عندي تيشي بنت قلي انا ما عندي تيشي بنت انت ما عطتني المرتبة واحدة عمها عيت للك عمها قلت ليرها شكين شكين قلي اشوف اخويا بوها انا رشحال دي مكان هدرش معاه ودك السيد رما هو دير هكاك قلي ايها لا تفاهمت انت والبنت الله يسهل عليكم فعلا دك شي لوقع جوش بالبنت البنت كاتتقولي انتوما هم معا عائلتي باك ممك اخوتك عمامك عادوك ومما عمامي انا هديك يا اموي عادوك وابا انتوما هم معا عائلتي اموها مسكينة كاتجي تشوفنا بالتخبية باش كاتجي تشوفنا لعيد رمضان قاعدك شي كاتغفل مسكينة وجي تشوفنا بالتخبية حيث حنا ما نقدروش نمشي عندنا بسببها دي ايام وجي بي ايام ضربنا عامين باقي ما كي الاولاد الاول اه انا بديت نشك شوية في موضوع بغيت انا نشوف اولادي اه ايا نقية كاتتعامل مزيان اه في الفراش ما عنده تشي مشكيل ما اعرفش ان الاخر واش علىش تلقها باديك السرعة بالينا قلت لي هارا كينش مشكيل رواقيلها قلت لي رواقيلها غير ما كينجيبوهاش قد قدمها قد قدمها ذيك اللوفيولاسون ذاك اللي كي تكون تكون المرة عندها قابلة انها تولد قد كتتش بده واحد واحد تطبيق تعطيها فوقاش تقدر انها تكون عندها حضود اكتر انها تولد انها تحمل ما علينا وخب هاد المحاولات كاملين ما كينش لولاد كنقولها انا غامش ندر التحاليل انا مشي ادر التحاليل قد راسي كنولد وما عندي اتيش مشكيل قلت لارت انت خس كديري التحاليل كترفض رفضا تاما انها تفش ادر هادوك التحاليل باي تواطع كتقولك انا ما عندي اتيش مشكيل كنضن نوقي لها دوي السبب علش تلقها الاخر وكنضن كنضن انا ما متأكدش حيث ما امرها اعطتني راس الخيط قلت لي غامقاو نحاولو تقدين تقدين نولدون ان شاء الله انا كنت كنجمع الفلوس وقلتها لها وهي قلت لي من واحد النار فجأتني زماعة قلت شين بعد ما دووزنا مودة قلت لي ما كاتش مشي ندووز ماك شي سيمانة في توركيا رامل لي كنت صغيرة وانا كنت فرش في الافلام وذك شي كنت عجبني هذيك البلاد وبغيت مكره شمشي لها قلت ليها وصيبي بعد الباسبور ومتشوف وكين ديروا ليها ماذا يخصنا قلت لي ما نجد المليون قلت ندوزه احسن سيمانة في توركيا قلت ليها واخا ما كانت مشكلة مع مدتها لشعر العاساء الأول وقلت ليها ونشوف كين ندروا ليها بقينا واحد العام ونحن نجمع الفليسات نطرفوهم للطرف تجمعنا ثلاثة ديال المليون قلت ليها ندوزه اناوية احسن كونجي ونأخذنا 14 يوم ومشون صافره في توركيا قلت ليها واخا صيبت لها الباسبور وطيبت لها كل شي جاء هذك الموعد اللي غادين نصافروا فيه جمعنا البويلز ديالنا جمعنا الأمور ديالنا فرحانين ناشطين يعني قادين الأمور كاملين ريزير فينا لوطيل كل شي ناضي كل شي وعدك جمعنا طيارة ومشينا لتوركيا تخيلوا معي يا أخوتي لغد ليه كنفق لكي الله وصلنا تنقول لك وصلنا اللوطيل حطينا الباقاج ديالنا ناسات حدايا قلنا احنا ما عوصلنا عياني قلنا تلغدو نبدو زعمال كونجي ديالنا لغد ليه كنفقه اخوتي مكان لغاية ما فين مشات الله وعلم باتت ما صبحت تنقلب تنصوني النمرة طعفية فين غنصوني سوّلت لكي ريسبسون ناس اللي كانوا تماما ناس دلمينه جوشو أحد مرة بنت ليكو مرة مغربية ردخلنا البارح شافوا الكاميرات جبدو الكاميرات كتبها للسيدة لابسها مزيان وخارجها من الكولوار خارجها للبارح معلينا ديك الساعة كيقولوا لي يا رخس كدروري تشي تعلم السلوطات واش الباسبور ديالها عندك قلت لهم اللا ما عنديش الباسبور ديالها رقلبت را ما رقيتوش مشيت لعند البوست ديال البوليس كي غندير نظر معاهم ملقيت واحد مغربي ويلي كي قدرت مما أه ترجم ليهم داك شي اللي غدي يقول ليهم وريتهم تصوار ديالها في التليفون ما علينا قالوا لي انت غير جاعدة باللوطيل احنا غضين نتكلفو باش نقلبو عليها كان ديك الساعة كان معروف انك يوقعو اختطافات بزاف خصا باك المدينة اللي هبطنا في احنا هي كيوقعو فيها اختطافات بزاف مهم البوليس كوب لي تقدر تكونش هاجة ما هياش بقاو تقلبوه نهار الول الثاني يعني ذاك الكونجي مشاريغي في التقلب نهار الول الثاني الثالث الرابع تخيلو الكونجي كامل السيدة ما بانتش ولا بلي هالأطر ابدا سيدة بعد تمر بسباحت سالةة ليا رجع في حالتي وتاك البيع اللي روتور قلنا برجع في حالتي وقلنا بكمل خدمتي عيدت الموالين لأنم بلغته بكتلهم ما زادت وقاها ما زادت بشبابا وايطر بسيطة مباشرة ملمة بعد تقلب خصوصي رجعت في حالتي للضار عام وعاوض اليوم وشونا مقطوع على الخط معهم من غير أمها اللي كانت تصل بها تصلت بها أدرت معي مسكينة خبية قلت لها شوقع 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 قلت لي شوف رغده غدين جي عندك وغدين شرح لك وراءة واقعي لا فهمت شي حاجة من هات شي هذا اللي واقع جات عندي أمها قلت كان هدرا نويها قلت لي أم لي وصلتو فين كادا فين مشي والسولتك لي شي حاجة وش كادا وش كادا قلت لي لا قلت لي يا ولدي أنا رمان كدبش عليك أنقول لك الحقيقة باش أمها تكون عندك فكرة راهية كانت تبغيها دك خينا اللي طلقها كانت تبغي لوحد درجة كبيرة كبيرة بزيف ورا كان مساح بماها واحد لمدة طويلة يقلت لي يا غاشر مساح بما واحد مدة طويلة هو مساح بماها وخليها ومشا تجيوج بوحد خيتي في توركيا واحد خيتي مغربيا داتو لتوركيا تم واحد خيتي لباس عليها ورا هو ش طلقها وش الطيارة ومشا عندها ويرجبت لي الخبار دك شيرا وقلها لش داتكي يلتم ورا غيكون ولكن انا ما عارف شنو قلت لي هاتشي لها نقدم قول لك ودي دا بانا خسنين رجع في حلاتي لتطرب باغي بقى يجي بدأ ينقرز ضوخات نموها بها تلها درها هاتي وعلاش ضوخات نموها لانا ما لقاتش كي تدير تقولها لي يا هذا كالنهار لكن انا كنت زوج بالبنت البنت مشاركة جمعت الوراق الراسة جمعنا الوراق الراسة يعني تمها محضرات لهاته في العرز دياله ما علينا انا ضغط ما عارف شنو غادي ندير مع ما كان عاود لحد متى نقول لحد متى نعاود لحد المشاكل ديالي هي هاتي كاسيدي بقيتش كنقلب في الانترنت كيفاش هاتي كيفاش غادي ندير قال لكاسيدي قدلها الرجوع لبيت الزوجية مشيت لعند البوليز قلت لي همرا شوقع هشوقع 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 رامشينا لتطوركيا بتنفل وطيل صبحنا لغضليه ملقيت سلمرة رامشيت لعند البوليز ديال تطوركيا وقالوا لي يرغى نديرو الكبهت قلت لي همرا المراجعة معايا ونخسني الرجوع وانا كذا وانا كذا وانا كذا قالوا لي يشوف دابا قلت لي همرا 14 يوم هدي ما عندي عليها خبر بس نكون صارح معاكم همرا 14 يوم دو وزات ما عيكا نقلب عليها انا دبرا جيت شيومين هدي ورجلت عندي ما هشقات هشقات فينا هي اما قلت لي همرا لمشيت وشبتوا مرا مشكلة انا قدرنا عيطلع دابا قلت لها شوف كي تدير دابا لنا الكوميسارية باش اعود لكم علاش مالا بالسلامة مش دودا قلت لي هم لا رأى راجلها صعيب شي شوية وصعيب باش انها تخرج من الدار عيطليها بقيت نرغب ونزوج فيها قلت يرى ما عندي كين ديرها تخينها درقاس في الدار قلت لي هقولي لي اي كدبا غطي تجي بي شي حاجة غطي بي شي حاجة مهم بقى تصيدتها جيت جيت عودت لهم نفس دكاله اللي عودت لي انا اعود لكم اللي لم ما فهمت كان هذا البلان هذا كيف شوقع داروا لي يا محضر قلت لهم مرة شوقع شوقع داروا لي يا محضر قلت لي يا ويدا بأخويا قلت لي عندي محامي ودير المستارة دي الرجوع البيت الزوجية هو غير دير اجراءات دياله باش اتسينيالات وشي ماطار وشي حاجي شدوها نكشي لي درت مشيت لعندي محامي دات المستارة دي الرجوع البيت الزوجية قلت لي سير تنعودنا اي طليق سيمانا اللولاد تانية ما كين والود تالتا الرابعة صف السيدة غبرت وقال لي يا را قدر ندير لك مستارة دي الطلاق الغيابي السيدة رمع لها تشي اطار داز شهرين عادة باش رفعت دعوة دي الطلاق قلن قلنه مرة ما عرفتش فين وش بات وش ميتة وش حية ما عرفتش أنا السيدة دي رمشيتل معها وهالإفادة دي المهاكينة في المحضر دي الدابطة دي الشرطة بل السيدة رتبعت رجلها القديم اللي كانت جوجت ما بوحد السيدة لباس عليها هي هذيك سيدي آآ طلقتها غيابيا السيدة ما مكن يعني دارو جلسة للولاد الثانية الثالثة الرابعة والو مكين والو صفي حكم القاضي باش أنه يطلقني غيابيا وهي طالق ما علينا أنا صفي كملت حياتي عادي جدا عن دي الورقة دي اطلق ديالي كملت حياتي عادي وحييتها من بالي وتيقت هذه القصة اللي قتلي يمها وقلت صفي بقعت مرتبطة بهذاك السيد الله يسهل عليها أنا قدرت بغيت يعني نينويت غير خير هو نينويت حتى الالفين وثمانتعش السيدة عاد غادها تبان عاد غادها تبان السيدة اللي واجهة القصة ما فيها أخوتي هي أن ذاك السيدة فعلا مشاتل عند ذاك خونة وتلاقيت به وعرفاته فين كاين وشي وحدة اللي كينة تمالي جابت لها الخبار وعرفاته فين كاين وبقعت يعني بقعت يصرف علاوية تم سكنها في واحد القند وكي يقول لك يمشي عنده وتيقل سماتي يقول لنا غنطلق منا قلت انت سنغين نشمع شي فلوس ورا غدلي يوحد الشركة في سميتي وانا كذا وقد انتظر الله فيك ويستغل فيها ويستغل فيها ويستغل فيها جاءت القطرة صمت القال قلت كذا بدأت تتسول لي انا قلت لنا رغا جاندي غنطلق الحبس ما تجيش عندي ما تقربيني ما والو ما تجيش عندي حتى جاءت لعندي للدار وكتسول حتى أنا مرحلت بقيت في دارة ما طرقين جاءوا الناس قالوا لي يا رشي مرة كتسول عليك ما كتسول عليك قلت قلت لك ما تعجيشت هي ذلك باش نقش انوية الموضوع قلت لك ما قلت لك بنت الناس لا تجمعني بك بنت الناس لا تجمعني بك بنت الناس تساليني ما تحدث لك أنا عند المخزن أنا بعد نسيتك و موقت تحق لك كيف يوجد دائرة انتي في شكلك وكيف في حياتك ما دائرات قلت تعود لي هذه القيصص وناها كنا نسمع لها إذا ما تحب لكم قلت لك قلت تلقي هذه القيصص والله ما قلت لك قلت تخربق عليها وشخونا مجوج السيدة لباس عليها وغيت سنك انتي وكون بغا كون بقا معك وما ما فهمت كانت تشي هاجا من ذلك شيء اللي كتعود لي بقيت كتنخص الصف يطلع تلداري كتلا سعود تجنني لانا غنصفت كل حبس مهم أخوتي كانت ديقستي وكان شكركم بزاف بزاف على الاستماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة